اختيار آخر كتابين لإلك بثلاثين من الفضة وخديعة العصر أي كتاب من الكتابين كان أكثر انتقاماً من التيار الوطني الحر أو من الرئيس ميشيل عون صراحة يمكن اللي رح قوله هلأ تقول أنه أنا عم غالة وعن ببعد عن الأدبيات السياسية اللي تستعمل وتستهلك والله يشهد على ما أقول تحررت من مرض أو من عقدة لزمتني أو كانت تعيش معنا بزمن بين مزدوجان العونيين هي الحقد والانتقام خديعة العصر وبيه المؤدمة اللي كتبتها وباللي قلت جوه أنه علكم تفهمون كنت رايد قد ما شفت ولمست واكتشفت حابب اللي مثلي اللي كانوا مثلي واللي بعضهم مخشوشين ومخضعين أنهم يكتشفوا الحقيقة بثلاثين من الفضة هو السويت إذا بدك فينا نقول طوم دو لخديعة العصر لأنه فيه فرق تقريباً سنة وما قدرت إجرد كل المعلومات اللي بعرفها على فكرة على فكرة هني قادوك على الكتابين بثلاثين من الفضة وربحه الدعوة عليك طبعاً طبعاً لما يربحوا الدعوة عليك يعني هذا الكتاب فيه أمور مغلوطة ربحوا عليك الدعوة لا لاحظة مش بالمعلومات أعطيك مثل عند قادة التحقيق أسأل هلأ خلصت الدعوة وصار فينا نحكي بجلسة التحقيق أنا نشر تحويلات مالية قام بها العماد ميشيل عون إلى فرنسا واسطة أحد المصارف الدعوة علي بإفشاء السرية المصرفية مع أنه المحامين بيعرفوا والقانونيين بيعرفوا أنه السرية المصرفية لا تسري على من هم خارج القطاع المصرفي يعني أنت إذا موظف ببنك أكنت سائق أو رئيس مجلس إدارة تسري عليك أما أنا كخارج هذا القطاع لا لوم علي أنت لك حق تنشر حساباتي وتحويلاتي أنا إذا كنت موظف ما ألي حق بأضوني بس إذا أنا شخص من خير لا 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 بالقانون ما حدا إلو معرفة أنا أنا نشرت الوفائق يلي تثبت التحويلات المالية الدعوة علي مثلا بالإفشاء السرية المصرفية سقطت هذه بس بيشور ربحوا الدعوة بالقضح والزم لأنه استعملت عبارات قدروا من خلال المحكمة قالت أنه أنا ما ألي حق استعمل هذه العبارات أما الوقائع هي مستندة وبعدين فيه أيهما كان الأكثر انتقاما يعني حسيت حالك في الشي تخلقك أكتر في الشي تخلقك أكتر بتنال لأنه مطالبطين مع بعضهم البعض